اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم ما تردوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود الاسفل فيديو باللو الأحمر اشترك وسبسكرايب اعبوني وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم ايش عارب كل جديد بسم الله على بركة الله أخوات وغمدو انشاء الله تطبيق الموديل دينا غلين يحتاجوا إبرة ديال تنبات رقم 12 غلين يحتاجوا خيط اللي كانت ضب له على جوج ديال الشعرات وكاندير عقدة صغيرة في الطرف حente محط哈 ديناه تم د 우رقات بزومورد ممكن استعملوا اي نوع او قياس يعني ممكن استعملوا قياس صغير ممكن استعملوا قياس كبيرة ممكن ان نhum wise يكونو لشكلكو ويرات ممكنound قمحة او لآى اي شكل التوارس او ك coordinating نحن فتشكل نحن فتشفون محطة بعض النساء في هذا الشكل هذا. ونبدأ على بركة الله. اذا سنتبت الخيط في التوب. وسنبدأ من البداية من الوريقة. سنستعمل حبة الزمرد. مع ثلاثة او لربعة ديال الحبات ديال اللقيق. الاختيار كي بقى لكم ممكن تستعملوا القياس اللي بغيتو. كنظن اني سنستعمل اربعة ديال الحبات. لان كما تلاحظوا القياس ديال الوريقة عندي كبير. اذا. سنتدخل الابرة ديالي في التوب. وسنبدأ نرجعها ما بين اللقيقة الثالثة واللقيقة الثانية. يعني في الوسط. باش نتبت هاد اللقيق مزيان. لاني استعملت عدد ديال الحبات ديال اللقيق اكتر من ثلاثة. اذا. بهذا الطريقة. نرجع. الخط ديال الرشمة ديالي. بالنسبة اخوات لهذا الموضيل هذا. كل ما كانوا الحبات ديال زمرد كبار. كل ما غادي يكون عندنا فراغ ما بين الصف ديال اللقيق. يعني لاجتكم الخدمة مثلا واسعة. فهذا بسبب الحبات ديال الزمرد. القياس ديالهم كبير. دائما حبات ديال الزمرد. ربعة ديال الحبات ديال العقيق مهرس. وانتبت. كما قلت لكم كندخلوا لابرة ديالنا في التوب. نولي ونرجعها في نصف المسافة اللي ما بين اللقيقة الثانية والثالثة. باش كنتبت العقيق ديالي مزيان. انا هنا دخلتها في ثلاثة ديال الحبات. مش مشكل. دائما الخط ديال الرشمه. طريقة ديال الخدمة اخوات ديال هاد الوريقات سهلة. بحل الطريقة العادية اللي كان خدموا بها الوريقات بالعقيق مهرس فقط. نفس التقنية كنستعمله. فقط هنا كنضيف حبات ديال الزمرد في الخدمة ديال. انا دائما ندخل ابرة ديالي. نرجعها في نصف المسافة. باش نتبت الحبات ديال العقيق مزيان. ما كنش فرق اخوات. بحل تبتنا العقيق ديالنا ما بين الحبات الثانية والثالثة. بحل ما بين الحبات اللولة والثانية. يعني المهم انا نولي ونرجعوا الابرة ديالنا في الوسط ديال العقيق باش كنتبتوه المرة الثانية وكانتكدوه ان العقيق ديالنا سيكون ثابت مزيان بنفس الطريقة ربعا ديال الحبات ديال العقيق نرجع لإبرة ديالي باش نثبت العقيق مزيان إذا استعملت أخوات ثلاثة ديال الحبات ديال اللقيق فقط فلا داعي أنكم توليوا وترجعوا لإبرة ديالكم باش تبسوه لأن العدد قليل كي يكون اللقيق ديالي جاتا بسمزيان إذا غامقا مستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الخدمة ديال الناس في الأول من الورقة ومن بعد نرجع نخدم الناس في الثاني وهكا حتى نكمل البقية ديال الوردة ديالي كاملة كما قلت لكم هاد التقنية هادية أو لهاد الشكل هذا ممكن أنا نستعمله في وردة بحاد الشكل اللي كنخدم معكم دابا وممكن أيضا أن نستعمله في ورقة جنب العريشات ممكن أيضا أخوات تعودوا العقيق مهرس بعقيق ساندة لكن فقط إلا بغيتوا تخدموا هاد الموضيل هادا بالعقيق ساندة لازم أن الحبات ديال الزوم الرود يكونوا صغر لأن كلما كانوا الحبات ديال الزوم الرود كبار مع العقيق ساندة ما غاديش جيكم الخدمة زوينة بزاف يعني لستعملنا عقيق ساندة عقيق نحاول ما أمكن أن نستعمله أيضا زوم الرود في الحبات صغر أو في القياس صغر كما تلاحظوا الشكل ديال الوريقة تقريبا قربت نكمل النصف الأول بالخدمة بنفس الطريقة أخوات اللي خدمت بها النصف الأول غادي نرجع ونخدم النصف الثاني باش ما نطولش إليكم الفيديو بزاف ونرجع لكم باش نشوفوا الشكل ديال الوريضة ديالنا كيفاش كنحصلوا عليه وأيضا نخدم معاكم العريش الصغير لكم باقدر بمجال من الحديث أخواتك ما كتلاحذوا معاك قربت نكمل الخدمة الأوليضة ديالك نعم بنات الطريقة التي خدمت معكم بها الوريقة الأولى خدمت أيضاً الوريقة الثانية والثالثة سوف نشارك معكم نهاية الخدمة لكي لا تلاحظون الذي نوصل على أخوات الملاقية بين الوريقة الأولى والثانية يعني مثلاً كمالت الخدمة هذا الوريقة ونجمعت من الوريقة لكي نكمل الوردة فلم أضع الحبات في النهاية اليوم الأولى فقط ثلاثة ديال الحبات ستلاحظوا هنا حتى ثلاثة ديال الحبات أيضا في النهاية أو في الملاقية ستحصل في الولاي أو الثاني كي تحصل على ثلاثة ديال العقيق فقط نفس الشيء، في هذه الملاقية ستحصل ه flies مع ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق فقط بالنسبة لقد أخواتي سنقوم بديوه من هذا الموديل في وريقات لأنه سيسمى غير وريقة واحدة فهي أردنا سنوصلوا لنهاية الوريقة لا نكملوش الخدمة دينا بنفس الأدد اللي بدينا به يعني مثلا بدينا الخدمة دينا بربعات الوريقات من اللي غيبقى ونا جوج ديها الصفوف باش نكملو الوريقات دينا غادي نستعملو في الصف اللي قبل الآخر ثلاثة ديها الحبات الصف الآخر غير جوج الحبات باش الوريقات دينا كتجينا مقادة ومسدودة مزيان كما كتلاحظوا الشكل اللي حصلت عليه في الوريضة ديالي هاد الفراغ اللي بقى اندي في الوسط خاوي ممكن انني نعمر بزوم الرد ممكن ايضا أني نستعمل فيه حجرات طوال كيبقى دكشي لحاسب الرغبة ديالكم وإلا حاسب شنو اللي متوفر عندكم لنوريكم الشكل ديالهم كيفاش غادي يجيو مع حجرات طوال كما كتلاحظوا ممكن اني نستعمل حجرات طوال وممكن ايضا نستعمل حبات ديال الزوم الرد كيما قوت لكم كيبقى على حساب باش بغينا نخدمو واش نستعملو حبات ديال الزوم الرد أيضا في الداخل ديال الوريقة ممكن أن نستعملوا لون مغير ديال الزوم الرد أو نستعملوا نفس اللون كي يبقى لحسب الاختيار ديالكم نبقى إن شاء الله أخوات سننخدموا مع بعض العريش ديالنا سنستعملوا فيه عقيق مهرس فقط بالنسبة لهذا العريش كما تلاحظوا القياس دياله صغير ممكن أن نتراسه بثلاثة ديال الحبات وممكن فقط بجوج هنا سنستعمل فقط جوج ديال الحبات لأنه كما قلت لكم القياس ديال العريش صغير بزاف إذن كندخل إبرة ديالي دائما فرص ديال الرشمة أو فرص ديال العريش مباشرة للخط ديال الرشمة وغادي نرجع لما بين جوج ديال الحبات ديال العقيق اللي خدمت كندن أخوات أنهم الأحسن نستعمل لكم ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق لأنهم هي اللي كان خدموا بها بزاف بشتمكنوا أنكم تضبطوا طريقة إذن خديت ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق ونرجع إلى الخط ديال الرشمة إذن سنتبت الحبات اللي استعملت لأنه كان نخدم في خط على شكل دائري بشها كان ضمن أن الحبات ديالي غادي يكونوا تابتين مزيان وما يتحركوش من بعد كان نرجع دائماً لفوق الخط ديال العقيق اللي خدمت بش نخدم صف جديد ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق نتبت ما بين الحبة الأولى والحبة الثانية ندخل في جوج حبات الأخير كما تلاحظوا الإبرة ديالي كان نرجعها في الوسط يعني من فوق الحبات الثانية إذا استعملت غير جوج حبات كان نرجع الإبرة ديالي ما بين الحبة اللولة والثانية لكن إذا استعملت ثلاثة كان نرجع الإبرة ديالي الحبة الثانية أو لا في الوسط لكي نخدم الصف جديد إذا سأتقوم بش نخدم الصف جديد بهذا الطريقة الدول الخط ديالي بدأ كيتتقد ما غا نحتاج أنني ننتبت اللقيق ديالي كما قلت لكم استعملها فقط ثلاثة ديال الحبات إذا لاحظتوا ره دائما وخاك ندخل الإبرة بهذا الطريقة ره دائما كتجيني من فوق اللقيقة تانية نحاول أن نقرب لكم الصورة أكثر بالنسبة أخوات واحد تعليق جاني من عند متتبع في القناة قلت لي راه كتأجبني الخدمة بالعقيق مع الرسل لكن شي مرة خدمت به والعقيق قطع لي حتى كملت الخدمة والعقيق قطع لي الخيط وشنو هو السبب؟ السبب أخوات كما كنت شرحت لكم في أول فيديو في سلسلة ديال تعليم ديال التنبات بالنسبة للمواد اللي شاركت معاكم أو لوزن من ديال التنبات قلت لكم راه كين العقيق من هالرسل اللي بعض المرات لحبات دياله ما كيكونوش مقدين إلا لاحظتوا هاد العقيق اللي أنا كنخدم به فالحبات دياله مقدين أيضا هاد الجوانب أولى الأطراف مقدين مشي الضربات دياله ميلين فش كيكون إن لم تال العقيق محرف من الفوق إذي الضربة دياله ميلة فكيكون ماضي بسهولة غادي قطع لنا الختم اللي نكونو كنخدمه أنا غادي نحاول نصرع أخوات باش ما نطولش إليكم الفيديو بززاف كيما كتلاحظوا دائما الخيط ديالي راه كيكون على الحبة الثانية مباشرة نتمنى أخوات أنكم تكونوا استفتوا معي في هذا الفيديو نتمنى أن الشرح يكون واضحهم فيهم أي تساؤل أي استفسار ما تردوش أنكم تخليه ليفتعليقات وأي حاجة ما واضحاش إن شاء الله سنعودوها مع بعض من طبيعة الحال فضلا وليس أمرا لا أجبكم الفيديو ما تنسوش تضغط على زر الإعجاب لايك جيم وأيضا إلا كنتوا أول مرة ستشاهدوا القناة فما تردوش أنكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللو الأحمر اشتراك سبسكرايب وأبوني وأيضا فعل الجرس باش يوصلكم إشعار بكل جديد حبيبتي أخواتي وصلنا نهاية الفيديو وكان هذا هو الموضي اللي طبقنا مع بعض اليوم كنتمنى أنكم تكونوا استفتوا منه كنتمنى أنكم قدرت نوصل لكم الطريقة بشكل مبسط أو ثالث أي تساؤل أي استفسار ما تردوش أنه تخليه ليفتعليقاتكم لكي نتظرهم دائما بكل احترام وحب شكرا لكم على المتابعة شكرا للدعم وترجع إلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر مع تقنية أخرى ودرس جديد السلام عليكم ودومتم في أمان الله